لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد جاء تصريح لوزير الخارجية بوغادو خطير للغاية قال بانه الجزائر دحمت سوريا عز وليد المعلم في وفاته وقال بان الجزائر وقفت مع سوريا الجزائر وقفت مع سوريا النظام السوري في عهد بوتفليقة وسبق وأنا كشفت معلومات عن تورط بعض الضباط أصلا من الدياراس في عهد توفير في علاقات ووصل وراحوا حتى لدمشق بطرق سرية وجاءوا ضباط مخابرات من دمشق أيضا جاءوا إلى الجزائر كلها في إطار التعاون لتحويل الثورة الشعبية السورية من ثورة ضد نظام مستبد إلى إطار الحرب على الإرهاب وتكلمت وذكرت فيهم بعض الأسماء الذين وردت هم الآن تولوا مناصب في عهد تبون يقول هذا الكلام نظام بوتفليقة القف مع نظام الأسد أنت يا بو قدوم جاي في وزير خارجية في عهد تبون تبون يقول جمهورية جديدة ووضع ودستر الحراك الشعبي في دباجة الدستور الجديد إذن مدام تتباهى بدبلوماسية بوتفليقة وما فعلته بنظام بوتفليقة معناها علاش يعني لم يتغير شيء معناها أن النظام لم يختب فيه أشخاص فقط في نظام بوتفليقة ارتكبوا أشياء أهم يحسبون عليهم وما يحدث هو استمرار لنظام بوتفليقة الجزائريون لما ثاروا ثاروا ضد العهد الخامسة وثاروا ضد أيضا طالبوا بالتغيير والرئيس بحق ذاته يقول رح نبدأ جمهورية جديدة معناها كين تغير وجي أنت دبلوماسي تتباهى بأعمال دبلوماسية قام بها نظام بوتفليقة رغم أن الدبلوماسية الجزائرية ساقطت في الحظيظ في عهد بوتفليقة رغم أنه دبلوماسي ولديه تجربة كبيرة في عالم دبلوماسية إلا أن الجزائر سقطت سقطة لا نظير لها في عهد بوتفليقة حتى لم يعد لها وجود لم تعد لها قيمة دبلوماسية لما بدأ العهد الجديد عهد تبون بين قوسين ورث دبلوماسية مريضة بمعنى الكلمة من المفروض أن رأيه وزير خارجية وزير خارجي لا يتباهى بأفعال قام بها نظام الجزائريين صاروا ضده وأسقطوه إلا إذا كان يشوف في روحه أن النظام لم يسقط أو أنه عاد بقوة ساقط وعاد بقوة هذا شأن آخر لأن الجزائر التي تقول أنها تناصر الشعوب في تقرير مصيرها وهذا هو الشعار الذي ترفعه في الصعراء الغربية الشعب السوري أيضا خرجه يطالب بتقرير مصير يطالب بالبداية بالإصلاحات ولما تعرض للقتل والذبح طالب بأشياء أخرى بتغيير النظام إذا كان أنت أنت وقفت مع نظام سفاح قتل شعبه فهذا لا يدعو إلى المفخرة هذه مهزلة حقيقية هذه مهزلة نظام بوتفليقة يبدو أن الجزائر تتبناها وهذه المشكلة التي حدثت أن الجزائر دبلوماسيين بعض المعارضين يقول لك لا أنه فرق ما بين دبلوماسية مواقف الجزائر الخارجية وما بين الأمور الداخلية لا يا عزيزي الآن الأمور الخارجية والأمور الداخلية مرتبطة ببعض أي موقف خارجي تستعمله الدولة يؤثر على الداخل إذا مس وجودها مس اقتصادها مس معاملاتها مس أسعار النفط وهذه الأشياء المعروفة سيؤثر على الداخل لذلك الداخل والخارج يكملان بعضهم البعض لذلك يجب أن تكون هناك سياسة داخلية راشدة وأيضا سياسة خارجية رائدة إذا كانت السياسة الخارجية سيئة إلى هذا الحد هرانا نشوفوا الجزائر لم يعد لها وجود في قضية ليبيا لم يعد لها وجود ما نكذبوش على بعض الصحراء الغربية هي الآن اللي اندلعت فيها الحرب هرانا يبدو أن هناك من يريد أن يستفيد النظام الجزائري رح يشغل نفسه بقضية الصحراء الغربية وهذا اللي نشوفو فيها في الإعلام الجزائري إلا الحديث عن قضية الصحراء الغربية غابت ليبيا بصفة عامة هذا حتى يبعد الجزائريين عن الفشل أو السقطة الكبرى التي منيت بها الجزائر في الملف الليبي وهذه من المفروض أن تتم إقالة وزير الخارجية عليها ولكن للأسف حتى وزير الخارجية ماذا يفعل؟ وزير الخارجية لديه كاتب دولة مكلف بالجالية الرئاسة هي التي تصرح فيما يخص ليبيا مهازل إذا كان ليبيا راهي شأن خارجي خلي وزير الخارجية وزارة الخارجية هي التي تقوم بدورها تعطى لها الإمكانيات ولا هي التي تقوم بهذا الأمر ورغم أن المشهد الليبي معقد هناك قبائل متحاربة هناك تدخلات خارجية ليس تدخلات على المستوى القرار السياسي فقط تدخلات حتى عسكرية لذلك ليس من السهل أن ترقد ترقد عشر سنين وبعد اطفيق تقول لا لن يحدث شيء في ليبيا إلا بموافقة الجزائر وبعد ذلك ترقد تقول الصحراء الغربية رقدت من ال91 هي نايمة شوية تصريحات منها شوية ندوات مناصرة الشعب الصحراوي في تقرير مصير المغرب كان يعمل على مستويات يعمل يتحالف يعمل في تحالفات مع الدول الغنية ودول لديها قدرة على صناعة القرار يصنع في لوبيهات في كثير من الدول حتى لوبيهات يصنع حتى في لوبيهات في إسرائيل يصنع في كل هذا من أجل أنها تناصر تنتصر هذه الدول إلى القضية لي هو يراها هو يؤمن ويقول بأنها قضية تتعلق بوحدة الترابي رغم أنها مطروحة على الأمم المتحدة كقضية تصفية استعمال إذن أين كانت الدبل المسير الجزائري كانت نايمة ولما عادت عادت بخيبة نعم هذه الحقيقة وهذا لا يعني أننا ندافع عن المخزن المخزن راه ظلم ظلم على الصحراويين المخزن احتل أراضي لم يدافع عنها من قبل بل حتى اقتصمها مع موريطانيا وحاول يقتصمها مع الجزائر ولكن الجزائر رفضت الصحراويون لا يؤمنون بمغربيتهم إلا قلة قليلة ومن يقول غير ذلك فهو يكذب إذن أنت عندك قضية عادلة أصلا ولديها كل مقومات النجاح لذلك إذا نصرتها نصرها في إطار بما لا يتنافى مع مصالحك وذر مصالحك في جهات أخرى وقيس قضايا بمبدأ الخسارة والربح هكذا هي الدبلوماسية ولكن للأسف الشديد أن العهد عهد تابونك ورث دبلوماسية مريضة وزادت مرضة أكثر مما هو عليه الأمر من قبل لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله